السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف كنتمنى تكونوا باحزن احوال انتم وكاد شاهدوا الفيديو دي اليوم لان شاء الله غادي تكون الوصفة اقتراح لوجبة غداء او عشاء بسيطة سريعة التحضير وفي نفس الوقت اللي دي ده بساف ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديلكم والاعجباتكم الوصفة دي اليوم بتنسوش انكم تشجعوني باللايكات والتعاليق ديلكم المحفزة وشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ونزوموا مباشرة نشوفوا المكونات والطريقة ديال التحضير اول شيء غادي نوجد الحشوة اللي غادي ندير في البطاطس خديت هنا يا مقلاد درت فيها القليل من زيت زيتون او لزيت المائدة على حسبكم تمو بشكت طيبو وضفت حبة كبيرة ديال بصل لمشل درقيقة واحد الحبة ديال الفلفلة لمقطعها احتها هي مكعبات صغار انا هنا كانت عندي فلفلة اللي اللون ديالها مخلط بين اه حمر وخضر انتم ما ديروا الالوال اللي متوفرين عندكم ولا كان متوفر عندكم غير لون واحد كتديروه ضفت الملح اللي غادي بقى بطابعة الحالة على حسب الدوق وكان خلط المكونات وغادي نخليهم كيتشحروا حتى غادي نزلوا من بعد غادي نضيف حبة ديال طماطم اللي نقيتها وحيت لي هذيك زريعة ديالها للداخل وقطعتها مكعبات اللي صغار ملعقة كبيرة ديال معد نوس لمقطع ارقيق وبالنسبة للتوابل غادي ندير القليل ديال الكركم اللي هو الخركم اللي بلدي الفلفل اسود لي هو البزار وفلفل احبر بابريكا سافي وغادي نخلط المكونات حتى ينساجموا تماما وغادي نخلي هاد الحشوة حتى كالطيب كنخليها بطابعة الحال على نار مهيلة حتى كالطيب على خطرها من اللي كالطيب غادي نضيف علبة ديال التونة والزيتون اخضر لي مقطع دوائر انا ضفت علبة صغيرة ديال التونة وقيلها شي ستين جرام بحالكاك والقليل ديال زيتون اخضرت بقى الكيمياء على حسب الدوق ورجعت اضفت واحد الملعة ديال المادنس لمقطع رقيق من اللي كنزيده هكا هو الاخر كيبقى المدق دياله هكا اطري زوين بزاف لما كعجبهاش تقدر ما تضيفوش هكا في الاخر سافي دباء انا طفيت عليه الحشوة سافي دباء واجدة غادي ندوز باش غادي نوجد صلصة ديال التماطم خديت هنا يا ميقلاس وقدرت فيها الصلصة ديال التماطم انا هنا استعملت صلصة ديال التماطم لكتباع جاهزة ثم غادي بقى لكم الاختيار الا كانت متوفرة عندكم وبايتوا تديروها كتديروها او لا ما بغيتوش تديروها كتعودوها بجوج حبات ديال التماطم كتحيدو لهم هذيك زريعة من الداخل وكتحكوهم في الحكاكة المهم السلصة ديال التماطم ضفت لها جوج فصوص كبار ديال توم مفروم شوية ديال معدنس لمقطع رقيق شوية ديال الملح بطبيعة الحال الملح كيبقى على حسب الدوق شوية ديال معدنس لمقطع رقيق الفلفل اسود الكوركم والفلفل الاحمر وبطبيعة الحال درت شوية ديال زيت الزيتون وغادي نخلي هاد السلصة ديال التماطم بحتكها تشحر مزيان ونطفي عليها ونخليها جانبا هنا يخديت السا ديال الحبات ديال بطاطا بطاطا خليتها بالقشرة ديالها غسلتها مزيان ومن بعد درتها كتسلق ملت سلقات نقيتها حييت لها لك القشرة ديالها وهي مازالة صخونة خدمتها بحالك كيف ما كتعرف بطاطا مليكا تبردرها كتقصح نخدمها هكا وهي مازالة صخونة ضفت لها الملح بطبيعة الحال غادي بقى على حسب الدوق وشوية ديال المعدنس لمقطع رقيق أنا كل شي درت فيه معدنس شوية 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 صراحة جيل مطاق دياله زوين وملعقة كبيرة ديال الزبدة وكنخلط المكونات مزيان حتى ينساجموا من بعد غادي نخليها تبرد واحد شوية ونكمل التحضير غادي نجيب هنا هي المل اللي غادي نطيب فيه وغادي ندير الصلصة ديال الثاماتم اللي وجدنا بطبيعة الحال كيمياء هنا ديال الصلصة كتبقى اختيارية اللي كيبغي الصلصة شوية كتيرة بطبيعة الحال غادي تكتروها ولي كيبغيها قليلة يدير كيمياء اقل أنا درت بين وبين ما قليلة ما كتيرة من بعد شكلت هديك بطاطا على شكل كورات هديك الكيمياء قسمتها أنا لسا ديال كورات متساويات الحجم وحطيتهم بهذا الشكل فوق الصلصة من بعد غادي نبدأ ندير فيهم فراغ كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو هاد الفراغ هدا اللي الوسط هو اللي غادي نديرو فيه الحشوة اللي وجدنا من قبل كنحاولو أننا نقدوهم ونعطوهم الشكل اللي زوي نرى ساهل أننا نشكلوهم بكل سهولة وإلا بغيتوا تديرو طريقة أسهل تاخدو شي كاس وكتدهنوه باحد شوية ديال زيس وكتضغطو عليهم هاكا كتجي العملية أسرع وحتى هالطريقة هادي ساهلة وما كتاخدش وقت ما اللي غادي نشكلهم كاملين ونعطيهم هاكا نفس هاد الشكل ديال خاوين من الداخل غادي نجيب الحشوة اللي وجدنا هي اللولة وغادي نبدأ نعمر بيها هاد الكورات كيف ما شفتوا معايا الحشوة أنا قدرتها بالتونة وانتو ما غادي بقى لكم الاختيار إلا بغيتوا تديرو تغييرات تقدرو تديروها باللحم مفروم تقدرو تديروها بالصدر ديال الدجاج ورهبتونا جات لديدة بزاف غير جربوها إن شاء الله غادي تجيبكم فغادي نكمل بها الطريقة هاديك الحشوة نحاول أنني نوزعها بالتساوي على هاد الكورات بالسابيهم طبعا يلحنتو ما إلا درتو عدد أكتر فغادي تقسموا الحشوة اللي حضرتو على عدد الكورات اللي درتو من اللي كملت الحشوة كإضافة اللي غادي تبقى اختيارية أنا زيت شوية ديال الدرة المعلبة ضفتها كوحدة الرشاة خفيفة من الفوق واحتى هي جل مضاق ديال هاي زوين بزاف وتواتم مع هاد المكونات وآخر مكوين غادي نضيفو هي الموزاريلا أنا درت هنا يا الموزاريلا وتقدروا تديرو أي نوع ديال الجبن مبشور كتفضله أو لم توفر عندكم أنا هنا يا درت الموزاريلا من بعد غادي ندخل هالفران كتشوفوا معي بأن جميع المكونات عند ديرها طايبة الصلصة ديال طماطم طايبة بطاطا الحشوة اللي درنا كل شي طايب غادي خصنا غير هادك الجبن كيدوب من الفوق صافي وكنخرجوها ما كتاخدش معنا شي وقت اللي طويل في الفران ومالي كنخرجوها كيجي الشكل دياله وهذا راه كتجي ليدا بزاف بزاف غير جربوها إن شاء الله غادي تنال إعجاب ديالكم والمكونات ديالها بسيطة مو أهم حاجة أنها كتوجد في دقائق فكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم كنت منها تنال الإعجاب ديالكم وإن شاء الله تلاقوه في وصفات أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة